رغم مطالبة مجلس الأمن الأخيرة بوقف تصعيد ميليشي الحوثي على مأربئ ورفع الحصار عن مديرية العبدية تمعن الأخيرة في جعل المدنيين هدفا يوميا لصواريخها وأسلحتها المهربة من إيران وارتكبت مجازر وحشية بحق الأبرياء والنهزحين الذين فروا من مناطق مختلفة تشتد فيها المواجهات لكن أدوات الموت الحوثية تلاحقهم أينما ذهبوا وحيث ما حلوا مراقبون اعتبروا بيان مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن بأنه لم يأتي بجديد كعادته سوى التبرير للإخفاق والفشل الأممي في تحريك الملف اليمني الذي يراوح مكانه وعدم قدرة المبعوثين الأمميين المتعاقبين على زحسحة الملف الإنسانية حيث ظل المجلس في موقف المتفرج تجاه الجرائم التي ترتكبها ميليشي الحوثي بحق المدنيين في مأرب وضربها حصارا على مديرية العبدية لنحو شهر متسببة في كارثة إنسانية بحق الساكنين في المديرية قبل أن تصيدر عليها وتمارس فيها جرائم ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بيان مجلس الأمن جاء في وقت تواصل فيه ميليشي الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها غير المسبوق على مأرب والذي بدأ في فبراير الماضي وتدفع بجحافلها نحو خضود التماس في المحافظة ممن تزج بهم إلى محارق الموت وتستخدمهم كوقود في حربها الخاسرة إذ لا يحصدون سوى الخيبة والخسران حرب دخلت عامها السابعة تخللتها جلسات عدة لمجلس الأمن لم تخرج سوى بتنديدات وقرارات واهية لم يلمس المواطن الذي يتعرض لشطة صنوف التعذيب إما عن طريق الحرب والدمار أو الجوع والأمراض والأوبئة بل غالبا تصدر مثل هذه القرارات المتراخية التي طالما تشجع مريشا الحوثي على ممارسة مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين